موسيقى في بلدي لا نعرف أين نبدأ بشرح الألم المتواصل وكأنه مقدر على جراحنا ألا تندمل فتبحث عن نار تكويها نار تلتهم كل شيء فلا عبارات حزينة تصف ولا كلمات بمقدار الخسارة تشرح حالنا كحال عطش ينتظر سحابة صيف أن تسقط به غيثا كحال ضمآن يمشي إلى سرابه مسرعا يمشق صبرا على البلوى فكم صهرت سبائك الذهب الغالف محترقة وعند أعوادك الخضراء بهجتها كالسنديانة مهما أساقطت ورقة حلقة جديدة من كل مكان والبداية دائما بالعناوين موسيقى حريق ساروجة يلتهم تراثنا والسبب مجهول حتى الآن موسيقى باكالوريا محتفلوا بنجاح قبل بيوم من النتائج حتى بهاي في خيار فقوس مشروع مترو أنفاق دمشق للأسف توقف وجيبة المواطن هي السبب موسيقى منصات السوشيل ميديا تحذير هذا المقطع يحوي مشاهد زائد 18 طلاب الجامعات السورية عم يطالبوا بدورة تكميلية بس قبل ما أحكي عن هالدورة التكميلية بدي أحكي بالسان أغلب طلاب الجامعة أنا الطالب يلي صار معي نقص وأنحراف ومد وجزر من كتر ما درست عضو الليد وضو الموبايل أنا الطالب يلي بكل إزمة مواصلات بيصير معي دوالي وأنا واقف بالساعات ناطر ميكرو حتى أرجع على البيت أنا الطالب يلي هالظروف الصعبة خلت يصير معي ضغط وسكر ودسرع بضربات القلب كيف لا؟ ما أنا عم داون الصبح بجامعتي لحتى استوعب المحاضرة وعم داون المساء بشغلي لحتى أطلع مصاري وحاول كمان استوعب استوعب أنه بهالعشر تالاف ليرة يلي بيشتغل فيها باليوم كيف بدي ساعد أهلي وكيف بدي أصرف على حالي وكيف بدي أشتري محاضراتي يلي كل يوم وكل شهر وكل سنة بيغلوها أنا الطالب يلي ما ضل قرار رفع ما طلعتوه وكل قرار بتطلعوه بيصيبني أنتو بترفعوا من هون وأنا بستغني عن شي من هون سنة عشرين تلاتة وعشرين هي السنة صعبة علينا كلنا وكانت أصعب على طلاب الجامعات يلي بنص امتحانات الفصل الأول ضربنا الزلزال وانتو شفتوا شو صار وقت الزلزال يعني أنا ما في داعي هلا احكي بكتير طلاب الأسف ما قدرت تكمل امتحاناته إذن بموجب كل شي حكيتو هلا أنا هل يستحق هذا الطالب الجبار دورة تكملية لهالسنة ولا لا الجواب بيرسم وزارة التعليم العالي ونتمنى أن يكون الجواب يستحقون بدي حذركن حذورة في شي بنسمع عنه بس لا منشوفه ومندفع فواتيره شو يا حذركن؟ رح أعطيكم لآخر هالخبر لحتى تفكروا بالجواب أما هلأ بدنا نبعث رسالة رسالة من كافة أطياف المجتمع السوري إلى وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء مرحبا تحية طيبة أما بعد الشوبي اللي بره مو محمول لا لبشر ولا لحجر عم تشوفوا الحرائق اللي عم تصير؟ طيب رح أربع عليكم أكتر عم تشوفوا كيف محططين توليد كهرباء عندكم عطلوا من وراه الشوبي وصار فيه قطع بكل البلد وصاروا خارج الخدمة طيب انتو مو خايفين علينا نحنا كمان نصير خارج الخدمة قطع الكهرباء لمدة 6 أو 7 ساعات أو 11 ساعة مقابل ساعة وصل بهالشوب هو جريمة بحق الإنسانية جريمة بحق المرضى وكبار السن والأطفال جريمة بحق صغار الكسبة وأصحاب المحلات جريمة بحق كل أم كبة المونة اللي بالبراد جريمة بحق الطلاب اللي عندهم امتحانات جريمة بحق كل موظف بيشتغل طول اليوم ليرجع على بيته ما يلاقي لا مكيف ولا مروحة بتشتغل جريمة بحق نفس البشرية يلي بتشتهي كاسة مي باردة بهالشوب وما بتلاقي أول مرة عم نشوف كيف انو الناس صارت عم تشتري نص بطيخة لأنو ما فيه أساساً كهرباء ولا فيه براد ويصدل الوضع هيك منأكد لكم ان احنا كمان حنصير بنص مخ نتمنى تحسوا وتحسنوا من وضع الكهرباء ويكون فيه استجابة لكل الناس اللي عم تنادي أما هلأ خلونا نرجع للحزورة عرفتوها شو هي ولا لسه؟ في صحفي كاتب مقال عن أجارات البيوت بعد ما حسب وطرح وقسم وضرب طلع معه آخر المقال تبعه أنه أجارات البيوت منطقية حسب سعر صرف الدولار فعلاً المقالات اللي كانت تستاهل عدم النشر خلونا نحكي وجهة عن الناس بدل ما نقسملهم أجارات البيوت حسب سعر الصرف ما شاء الله اليوم صار الكل تاجر والكل اللي بيحكي وبيقسم على الدولار حتى اللي بيكتبوا مقالات فاليوم أجار أقل بيت أقل بيت عم قول هو ستمائة ألف ليرة وانت طالع فيك تضل طالع طالع لحتى توصل للمية والميتين مليون طيب لنفرض شخص متزوج هو ومرته وهنا الاثناني بيشتغلوا يعني بالشهر خلونا كمان نفترض أنه بيقبضوا خمسمائة ألف طيب هدولة كيف بدون يستأجروا؟ وحتى لو استأجروا من هون لآخر السنة بيكون صاحب البيت غلى الأجار عليهم كذا مرة لأنه هلأ أنا بدي أقلكن كيف عم تصير آلية تسعير الأجارات عنا بالبلد أولاً كل قرار برفع سعر إن كان اتصالات أو بنزين أو جمركة أو أي شي كان يقابله بالقوة والاتجاه قرار بزيادة سعر الأجار ومو بس النسوان بيغاروا من بعض كمان يلي بيأجروا بيوتهم بيغاروا من بعض بيقول لك والله البيت يلي جنبي إجا واحد من غير محافظة دفع فيه مليون بالشهر لهيك أنا كمان صار بدي ببيتي مليون بتحب تدفع ادفع ما بدك سلمني البيت وممكن يظل البيت مسكر سنة لبين ما إجاء واحد يدفع له مليون لكن ما في مشكلة المهم إنه هو كمان مثل جاره طالب مليون عيب اللي يصير يعني إذا إحنا ما رحمنا بعض كيف الله بده يرحمنا ويتطلع فينا والله إذا 13 سنة أزمة ما علمتنا نحب بعض ونحس بوضع بعض ويكون قلبنا على بعض والله ما عد بقى في شي بالعالم ممكن يعلمنا هذا الشي خلونا هلا نسمع هذا التسجيل الصوتي اللي إجانا على بريد صفحة من كل مكان طبعا هلا أنا بدي اترك البيت بدي اترك البيت وبيدي شوف بيت استأجروا رحت شفت البيوت البيت ب700 و800 ألف طيب هلا أنا إذا بدي روح استأجر بيت ب700 و800 ألف يعني أنا منين بدي أكل يعني ما قولي العالم اللي ما تستأجره منين نعم نجيب منين نعم نجيب مصادر لتدفع أجار بيت 800 و700 وغير المكتب وغير التأمين وغير الدنيا كلا يعتبر صبرا دمشق على البلوة فكم صهرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا عذرا محمد مهدي الجواهري ولكن للأسف هالمرة احترقا قصر عبد الرحمن باشا اليوسف أطحى في ذمة التاريخ هذا القصر هو تاني مكان تدخله الكهرباء بدمشق سنة 1907 تخيلوا معناها بوقت هذا القصر شو كان مهم لهيك اللي بيخليني اليوم نتعجب أنه هالقصر العريق هالتحفل فنية معقولة كان مهجور يعني قبل الحريق كان مسكر ولا فيه أي اهتمام طيب ليش؟ ليش ما كان مفتوح للسياح على الأقل؟ ليش ما رممنا وظبطنا وخلينا مقصد لكل سياح العالم؟ وأيضا للأسف قصر خالد العظم يلي فيه مبنى الوثائق التاريخية كمان احترق نصه مبنى الوثائق التاريخية يلي فيه خمسة مليون وثيقة تاريخية وثائق مهمة بتاريخ دمشق وسوريا مكتوبة بخط الإيد في قصم منها للأسف احترق أما الباقي تم نقله من المبنى نتمنى يكون تم التعامل مع هالوثائق بحرفية عالية لما تم النقل لأن هدول تاريخ بلد أما السبب الحريق فهو لحد الآن مجهول مبدئيا هو مانو بسبب ماس كهرباء لأن الكهرباء وقت صار الحريق كانت مقطوعة أساسا حسب ما قالوا الأهالي لك ولا حريق بسوريا من خمس سنين لهلأ كان سبب ماس كهرباء لأنه هيك هيك بالبلد ما فيه كهرباء لهيك لحد الآن الحريق سبب ومجهول رجال أطفاء ورجال الدفاع المدني والهلال الأحمر الله يعطيهم العافية ما أصروا ولكن حسب تصريحات الأهالي أنه في سيارات أطفاء وصلت ما كان فيها مي لا يجي هون السؤال هل نحن قادرين نتعامل مع هيك نوع من الحرائق فعلا؟ يعني هل نحن بنملك المعدات للتعامل مع حرائق بين الحارات الضيقة؟ الحارات اللي ما ممكن توصل لسيارات الأطفاء؟ بظن هذا الأمر صار بحاجة ليتأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية رح يترككم هلأ مع صور حصرية لخناة سماء صور يمكن تكون هي الأقصى على السوريين من بعد حادثة الزلزال أعطيك العافية الله يعافيك أول شي الحمدل على السلام الله يصير معك تحكي لي شو صار يوم الحريقة لو سمعتم؟ والله كنت نايم أنا بيتي وراء بيت الوراني دقت لي زوجتي البيت اللي احترق هون عمت لي تعاخد ابنك البيت احترق جيت أخد ابني ورحت وديته أجيت لهون لقيت النار شاعلي شاعلي رحت بلشت شاعلي ع الجنب الثاني أنا رحت ع الجنب الثاني وبلشت صاعد الأطفاء بالحريق وبلشت تكبر ع المما أجل في سؤال يوم كل الناس عم تسألون أنه لما شغلت الحريقة الكهرباء كان جاي ولا مطفية؟ لا مطفية ما في كهرباء معتها السبب منو ماس كهرباء؟ لا ما في كهرباء بعدين أي ساعة طفت النار كله؟ إلا بعد ستة سبعة صباح لحت الطفاء ساعة أطفاء فورا تواجدوا بالمكان؟ تواجدوا بس يعني أكثر السيارات المي ما فيها يعني ساعة أطفاء مي ما فيها؟ أخذت ساعات ما فيها غير إجا رجل أطفاء واحد هو بالسيارة طبعه ما معه حدا جيت أنا وياه مدينا بربيش وكل شيء هو يدخل لي مي وأنا طفي عبتش لون عشر ضايا فضيت السيارة يعطيك العوض تعرفين حالك لو سمحتم؟ أنا الأستاذ عائشة الناصر رئيسة قسمي الخاص بمركز وثائق التاريخية بس طبعا الريسيفر الهاردات الكميوترات في قسم كبير أنه راح مع الحريق الدنيا برا حريق حرفيا حريق وصلت درجات الحرارة لخمسين درجة الكهرباء ما عم تجي آمنا وسلمنا ولكن كمان ما في مي يعني شو عم يصير معكون ليش هيك عم تعملوا فينا يعني أنا واحد موظف راجع على بيتي بنشوها برا من الشمس والحرارة وبنشوها جو بيتي من أنه لا في كهرباء ولا في مي الكهرباء بتقولوا أنه ما في فيول ما في توريدات خرجة محطات عن الخدمة طيب المي ليش مقطوعة ليكون كمان نحنا عم نولد المي من الينابيع مثل الكهرباء وصار بدون فيول مشانا عدوا على إيديكن المعظمية مضايا حي الورود ضاحية قدسية جادات قدسية أشرفية الصحناية الكشكول جرمانة كلاياتهم من 15 يوم لليوم هنن بلا نقطة مي والقائمة تطول يعني أنا هلأ حكيت عن بعض حارات دمشق وريفة لسه ما طلعنا برا على غير محافظات يعني لسه ما طلعنا مثلا على حلب يلي فقدوا الأمل وصاروا عم يشتروا المي مشترى وقال عم أقول من الشوي أنا كمان أنه ما في بيت في كاسة مي باردة من ورا الكهرباء طلع ما في مي بالأساس قبل ما نتشهون إذا بدنا ياها باردة ولا لا والأحلى من هذا كله ياتو لما يطلع مسؤول ويحط لك أعزار قال والله المي نقطعت لأنه صار في قطع عام بالكهرباء طيب نحنا شو خاصنا بقى الحكي يعني أنا شو بتهمني هالمعلومة مفهمت يعني مثلا هاي المعلومة أنا بحط لها صابون وبتحمن فيها ولا ممكن إذا أريت أحس أني ارتويت وماعد بقى عطشان نحنا ما عد بقى بدنا حجج ولا تفسيرات نحنا مطالبنا كتير بسيطة المي اللي أطعطوها فقط رجعوها أما قيمات وكيف وليش هيتداولوها أنتوا باجتماعاتكن ابحسوا فيها وحاولوا تشتغلوا على أنه ما تنعاد خبر مؤسف وحزين ما بعرف كيف بدي أحكي الخبر وبلش فيه ولكن خلص قدر الله وما شاء فعل مشروع مترو الأنفاق بدمشق توقف حاليا وليش؟ قال بسبب القيمة الكبيرة للتشغيل والتمويل وبسبب إجرة نقل الراكب يلي قدروها بأنه حتكون 15 ألف لرسولية قالوا على أولون هو رقم مرعب جدا على المواطن طيب خلونا نبلش واحدة واحدة نحنا ساحة سبع بحرات بلشنا فيها قبل الزلزال خلص الزلزال وارتفعت الاتصالات والبنزين والجمركة والإسمنت والحديد وفل الشتي وطل الربيع وفل وما خلصتوا انتوا بس لا هلأ قالوا إن شاء الله هاند وترقبوا بين ليلة والتانية افتتاح هالساحة إن شاء الله أما السبب الثاني فهو بصراحة بده هيك شوية تصفني أنه عن جد عم تحكوا؟ عملتوا دراسة مشان يصير عنا مترو ومن أحد أسباب فشل هالمشروع أنه راح يكلف 15 ألف ليرا على الراكب يا لطيف والله معكنها يعني هو سبب مهم ما أنتوا دايما قلبكن علينا وعلى جابتنا ما فيش جديد هذا مبلغ 15 ألف ليرا اللي انتوا عم تحكوا عنه اللي انتوا وصفتوه بالمرعب هذا عم يدفعوا أجار تاكسي بين حارة والتاني هذا عم مشتري فيه صندويشة شاورما وحدة هذا حق صد طابات بوزة حق قطعة كيك صغيرة ما بعرف والله إذا لسه اليوم بجيبوا نص كيلو لبنة هي ما يمتأكد منه بقى هلأ صار إجرت نقل الراكب بالمترو 15 ألف رقم مرعب طيب لا تخافوا ما نو مرعب لهيك إذا هالموضوع موقف عند هالشي نحنا من عنا عم نعطيكم الأوكي ولكن تخيلوا صير عنا مترو كان المترو مشي ساعة ووقف ست ساعات والله كانت كيفت وزارة الكهرباء إجيت أحجة جديدة والله قطع عام عن كل دمشق بسبب عمليات شحن المترو بالكهرباء وقات أي مسؤول أو فريق اقتصادي بياخد قرار بزيادة سعر مادة بيكون على فكرة ضميره انتجاه المواطن مرتاح من باب شو يا حزركون من باب إنه المواطن أكيد شو ما صار عليه وشو ما تبدلت عليه الأحوال رح يعرف كيف يدبر حاله يعني مثلاً لما يكون ما معك مصايا تعمل طبخه اليوم بتدبر حالك بأي صندويشة تست جوعتك فيها لما ما يكون بدك تنزل على شغلك وما فيك تاخد تاكسي أي بتدبر حالك مع أي سيارة غريبة نازلة أو بتطلع بشي زرفيز على الواقف أو بتتعلق حالك بشي سوزوكي المهم إنه بتدبر حالك يعني لما تمرض ويكون حق الدواء غالي عليك بتظل تقنع حالك إنك صرت أحسن وهلأ بنام وفي وبرجع مثل الحصان شو فيلي يا مرة بهالدرج بلاقي لي حبيت بنادول ما فيه؟ خلص لكن يا مرة بلشت حس إنه صرت أحسن بيضلي حس إنه صار أحسن لحتى يفيه يلاقي حاله بشي مشفى حكومي ناطر يفوت لعند الدكتور يعطيه دواء كمان يدبر حاله فيه ويسع لهالموضوع على الكل يسوع الأم يدبرت حاله بطبخة اليوم من عند جارتها بكاسة رز وملأت سبنة وطالب الجامعة يدبر حاله بمحاضرات هالفصل من عند رفيقه ويلي راح لعند الخيات يزبه تتيابه ويدبر حاله فيه هالصيفية وبالأخير ما فيه يقول غير تحية لكل حدا قادر يدبر حاله بهالزمن الصعب انت جبار حكي موجه هلأ لكل طالب بكالوريا نجح ولكن مو بالعلامات اللي بده إياها لكل طالب حزين لأنه هو تعب وكان بيستاهل يجمع أكثر ولكن ما حالفه الحظ عم قول حظ لأنه البكالوريا هي اليوم للأسف حظ يمكن بها الساعتين امتحان كانت تعبان أو مرضان أو ما رأى عليك أي ظرف كان المهم لا تسعل انت بطل انت بتعرف شو عامل انت طلعت من زلزال ببلاد برا بدهن سنين علاج لحتى يطلعوا منه انت درست عاللدة وعالشمعة وعفلاش الموبايل وعضول الداحة أنا ما عم أمزح فيه ناس درست على فلاش الموبايل انت بالشتوية كنت تحط فوق 3 تحرامات وتدرس لأنه ما فيه وسيلة تدفئة كان غيرها انت كنت تركض من تكسي لميكرو لحتى توصل لهالمعهد ولهالدرس انت شو ما كانت علامتك اليوم انت عامل إنجاز وصدقا هي دفعة البكالوريا لازم يسموها دفعة العظماء ولكن بكرة لسه بتكبر إن شاء الله وبتتعلم انه مو دائما بتعطينا الحياة اللي بدنا ياه من أول محاولة وخاصة إذا كانت كل الظروف العامة معاكسة لسه في عنا فرصة نعود بالتكميلي اعتبرها فرصة جديدة مشاعر الحزن واليأس خلونا نحطهم على جنب ونقول يا رب ونبلش من الجديد أما بالنسبة لنتائج البكالوريا يلي كل سنة منوقع بنفس الغلط فبتحط لوزارة لينك لتطبيق وبتقول بكرة ساعة 12 نتائج وأتاني يوم بيبطل هاللينك يفتح من كتر الضغط في طلاب ما عرفت شو جمعت لبعض ساعة من صدور النتيجة يعني ضغط طول أيام البكالوريا ضغط أيام الامتحان وضغط أيضا وقت تطلع النتيجة أمر بطلف آخر من هذه الأرض كان في طلاب عم توصل علامته من قبل يوم ويومين حتى بهذا الموضوع للأسف في محسوبيات طلاب توصل نتيجته لعنده قبل بيوم وطلاب تقعد تصلي لحتى يفتح التطبيق وتعرف هالطلاب هي شو علامته أما الأمر الآخر يلي لفت انتباهي فهو الجدول يلي نزل هذا الجدول كان فيه اسماء الطلاب المتفوقين على مستوى القطر هذا الجدول هو كتير ملفت للنظر لأنه يلي جمعوا علامات تامة بدمشق تقريبا هني من مدرسة وحدة وكمان باللاديقية تقريبا هني من مدرسة وحدة وبطرطوس هنن كلهم من مدرسة وحدة ما عدا مدرسة يمكن هذا الأمر شو نستنتج منه؟ نستنتج أنه المدرسة هي الأساس يعني لو كل المدارس بيهتموا بالمناهج وبيهتموا بالطلاب وبيكون فيه اسلوب احترافي بإعطاء المعلومة واتتوقعوا أنه نلاقي أغلب طلابنا متفوقين على مستوى القطر رح ينضمن لي هلأ عبر الهاتف الأستاذ محمد صفية مدير ذات الامتحانات في مديرية تربية دمشق أستاذ محمد يعطيك العافية ومباركة جهودكم الجبارة بهذه الفترة يا أهلا وسهلا بكم ومبارك الله فيكم الله يخليكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وألف مبروك لأبناء المتفوقين واللي حصلوا على علامات جيدة ومتائج جيدة أكيد مبارك لكل إخواتنا طلال بكالوريا يلي هلأ عم يسمعونا أستاذ أول شيء أول شكوى أنا بدي إلك يهم باب المونة يعني إنه كان فيه كثير ضغط على التطبيق وفيه طلاب كثير تأخروا حتى عرفوا شو هي نتيجتهم شو كان السبب هل هو الضغط؟ والله هاي الأمور تقنية بتصوّز يعني أهم الأسباب هو الضغط على الشبكة طبعاً إحنا بتعرف الآن كل بيت فيه أو كل جوال بده الإنسان يحصل على النتيجة فبغط على الشبكة أكيد وبسبب المشكلة بتخوّز نعم أستاذ محمد اليوم فيه كثير طلاب عم تسأل لشان إحنا نسهل لهم المعلومة ونبسط لهم إياها يلي هو عنده اعتراض هلأ شو بيعمل إذا هو ديعترض على علامته؟ نعم هلأ أي طالب شعر بالظلم بنتيجة الامتحان بمادية أو أكثر من حق الطالب أنه يتحدّم باعتراض على مادتين على الأكثر يتم تقديم طلبات الاعتراض اعتباراً من تاريخ اليوم بدأنا اليوم باستخدار طلبات الاعتراض ولغاية يوم السبت الاعتراض لمدة خمس أيام اعتباراً من اليوم بيوم السبت نعم المسألة بسيطة جداً طلب اعتراض موجود يوزع مجاناً عندنا من دائرة امتحانات يلصق عليها الطوابع القانونية ورسم الاعتراض إيصار مالي بألف سيارة وذلك المالية مشكورة فرزت أمناء صناديق لدائرة امتحانات متواجدين عندنا من أجل سهولة التعامل مع المسألة يعني ما يتكلف الطالب ويروه على المريض فأمناء الصناديق موجودين في دائرة امتحانات يعب الطلب يختار المادتين ويتم قبول الطلب بكل سهولة ويسر نعم استاذ محمد تم التحضير حالية من أجل الدورة التكميلية طبعاً تسجيل الدورة التكميلية بدأ اليوم أيضاً بالنسبة للطلاب النظاميين في مدارسهم وأحب أن أنوه بأن المدارس ودائرة الامتحانات فاتحين أبوابنا خلال الوقت الرسمية فالتسجيل جاري بالمدارس للطلاب النظاميين لمدة خمسة أيام أيضاً اعتباراً من تاريخ اليوم يعني المدارس تستقبل الطلاب بالتسجيل لغاية يوم السبت أيضاً بدون أي تعقيد القوائم متوافرة وموجودة في المدرسة ويستطيع الطالب فقط أن يختار المواد التي يريد أن يتقدم بها يسدد الرسوم لأمين السر أو المدير المدرسة ويعني أستيع المواد بشكل بسيط هو يختار نعم أستاذ محمد اليوم هلأ طلاو البكاليوريا مثل ما بيقول خلصنا من همهم ومن نقهم وصلنا اليوم لطلاب التاسع يبلشوا هلأ عم يطالبوا طيب ونحن أيمد شو من قلنا طلاب التاسعيمة إن شاء الله متوقع إن شاء الله كما سارت عمرية التصحيح بالنسبة للتانوية العامة أيضاً جاري وفق الخطة المرسومة أيضاً لطلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ونأمل أن تخرج بوقت خريب أن تصدر نتائج التاسع إن شاء الله ما بيكون لا نستطيع أن نحدد من الآن لأنه لا يزال يعني نحن لا نزال في طور التصحيح وبعض المواد في مراكز التصحيح يعني أستاذ محمد حصل توقعك هي قبل 23 شهر ولا بعد 23 شهر؟ حقيقة يعني موضوع التوقع ما بنقدر لأنه المسألة المرتبطة ليساً بدمشق وإنه بكل محافظات الخطر لا تصدر نتائج التاسع حتى تنتهي جميع المحافظات من أعمال التصحيح والتصحيح والتنتيج نعم بدي شكرك أستاذ محمد كنت معنا عبر الهاتف يعطيكم ألف عافية أنت وجميع القائمين في وزارة التربية كل الشكر لكم على إيطاحة هذه الفرصة ونتمنى أيضاً أن نفرح بصدور نتائج التاسع وتكون جيدة أكيد شكراً أستاذ محمد إذا مثل ما سمعنا من الأستاذ محمد صفية كل طالب باكالوريا حاس أنه لا يجمع هذا ويمكن أن يجمع أكثر بحق أنه يقدم إعطراض الأبواب الإعطراض هي فتحة من اليوم وستظل مستمرة لحد يوم السبت تعترض على مادتين على الأكثر لمادتين على الأكثر وكمان التسجيل الدورة التكملية مثل ما فهمنا من الأستاذ محمد كمان بدأ اليوم ومستمر أيضاً لمدة خمسة أيام أما بالنسبة لأخواتنا طلاب الصفة التاسع اللي كتير عم يجينا أتصالات ورسائل أنه إحنا أيمت طيب أيمت إجي دورنا فمثل ما فهمنا من الأستاذ محمد أنه ما زالت عملية تصيح الأوراق جارية يعني بدأت تأكل وقت يعني مثل نتائج الباكالوريا إن شاء الله يعني متمنى قريباً تطلع ونبارك لكل طلاب التاسع بالنجاح والتفوق مثل ما باركنا لأخواتنا طلاب الباكالوريا فاصلوا بنرجى لحتى نكمل أخبارنا على راسي أبو حميد حبيب قلبي يا دهمان أبو خلف وأبو غيداء أنتوا فضلتوا على راسي من فوق يلا يا شباب تكبيس تكبيس بدنا نوصل للمليون تكبيسة كبسوا الله يوفقكم بوست إيديكم كبسوا كرمال الله تكبسوا لا ولا شي بس هاي فنان سوري على التيك توك أو على البيغو الفنان إن كان ممثل أو مغني هو واجه للبلد هو بنظرنا شخص تقيل إلو شخصيته وازن يعني متل ما بيقولوا ولكن إنه نفتح تيك توك نلاقي عم يوزع تحيات لناس ما بيعرفون وعم يطلب من شباب بعمر أولاده إنه يكبسوا طب شو هي يكبسوا أنا صدقاً ما بعرف شو يعني يكبسوا أو عشو بدون يكبسوا بس يبدو إنه شي مهم جداً وفيه من وراء مصاري أكيد ما حدا ضد إنه الفنان يتواجد على أي تطبيق أو على أي منصة ولكن يطلع بطريقة جيدة يطليق فيه في بعض الفنانين لما عم نشوف كيف عم يطلعوا وكيف عم يحكوا عم نزال عليهم يعني والله عم اشتهي إعمل حساب بس لحتى فوت كبس لهم بحسوا مخنوق ومدايق ومكسور على كبسات يعني إذا أنتو عم تعملوا هيك معناها لا عتب على الباقي يعني بلا تشبيه بلا تشبيه تخيلوا براد بيت مثلاً طالع عم يقول لجمهوره كبسوا بريس بريس والله بتروحوا لهيبة يعني بس لا تخافوا هنه ما هيعملوا لأنه أساساً هنه ما عندن وقت فاضي لهيك شي فارغ بلا هدف في ألف طريقة ومكين طلعوا فيه مصاري غير التكبيس وأخيراً رح يترككم مع هالفيديو لمعتز هو عم يوصل للعشرة مليون تكبيسة روح على قولته هذا النبداية حيrada نبراج أرحب بكل الشباب والصفاء خلونا نوصل للعشرة مليون تكبيسة عشرة مليون تكبيسة أي منه منه أبو سيام أرحب أرحب تخيلوا أنت عمتقلب بالفيسبوك يطلع لك فيديو لثلاث حرمية فايتين يسرقوا بيت بيوم بيلاقوا بغرفة النوم في بنت عتخذ هالبنت أنا لما شفتها والله أنا شاب طوله بعرض خجلت ما عدا عرفت أنا عم تابع فيديو على الفيسبوك ولا هذا فيلم زائد 18 لا يطلع هذا المقطع لمنصة سورية خلاص ما عد فيه أخلاق ما عد فيه حدود لقلة الحياء هذا الفيديو طلع لي إلي وبنفس الوقت يمكن يطلع لأختي أو لأختك يمكن يطلع لبنتي أو لبنتك يعيب الشوم ولسه قال متعجب لما نشوف الشباب والبنات الطالعين كيف بيعرفوا شغلات أكبر من عمرهم لا حدا يقول أنه اليوم أي حدا فيه يفتح ويشوفك شغلات يلي بده يفتح ويشوف هيك شي بدي يكون مستقصد مو بيكون عم يقلب بصفحته وفجأة بيطلعوا بيوشه معقول أنا اليوم لحتى طلع مصاري بكفي أني أعمل منصة ونزل علي مقاطع فيديو فيها إيحاءات وما في حدا يقول لي ممنوع ما في حدا أبدا يردعني طيب أنا كيف بدي أحمي حالي وإحمي عيلتي من أمثالكم لك الله يلعن الساعة يلي يعملوا فيها المشاهدات على السوشيال ميديا بتطلع مصاري بس هنه نوات عملوا هالخطوة ما توقعوا أنه في ناس ممكن تبيع أي شي بينباع أو ما بينباع لحتى تطلع مصاري من وراء المشاهدات واللايكات هلأ نحنا عم نحكي ونهاجم المنصات لكن نحنا كمان أحيانا ما متحمل المسؤولية الشي اللي يعملين عريض أكيدا متحمل لما يعملوا فيك مقلب ويضربوك ويوقعوك ويرشوك مي ويرموك بوسخ وآخر شي يقول لك والله مقلب تسمح لنا نعرضه وتقولون أنت تضحك والله وتقول لهم إيه عشو إيه يعني أنت ما تمرمض بالفيديو كتير مبسوط أنه رح يعرضوا كتير مبسوط أنه رح يشوفوك الناس به هالمنظر أنت عم تطلع فيه من واحد أو من وحدة أدولادك إذن نحنا نمتحمل كمان مسؤولية التفاهة يلي عم تنعرض لأنه نحنا لو نحط لهم حد ما رح يتمادوا أبدا بس طول ما أنت عم يقلولك والله هذا مقلب قول باي للكاميرا تقوم أنت تصير تشولح لنا بإيدك وتقول باي فهنين رح يظلوا مستمرين وبقوة لأنه كبش الفيدة موجود المفعول به موجود معقول لك من منصة عم تقول أنه يلي بدخل على هالمطعم وهو عم يرقص رح ياخد وجبة أكل ببلاش بيقوم فعلا في كم حدثات وهو عم يرقص خلونا نشوف بيبتني نحبني يا خيدي وانت تسرسش على إيدي لا يفرح الليلة معنا لأمل حدث تقولي لي باي بلس؟ البل بل تخيل بيوم من الأيام تتخانق مع مرتك تقوم تتفاجأ أنه مرتك عم تشكيك ويا حرام شو رح تكون طيوب إذا فكرت أنه رح تشكيك لأهلك أو لأهلة أو تشكيك لرفقات مشتركين بيناتكن هاي كانت أيام زمان اليوم الموضة أنه تشكيك لمنصة شو يعني نحكي؟ خلونا نشوف كيفك مع الحب؟ ما النصح به ليه؟ معني أنا مزوجة إذن بنت ماشية بشكل عفوي يوقفها موزيع بيسألها أنت كيفك مع الحب؟ بتقول له والله أنا ماني الصحبة مع الحب مع أني متزوجة قف يا لطيف هالصراحة يعني هي نحنا بالعادة منقول أنه تمام الحمد لله ماشي الحال بعد كتير إصرار منقول والله نحنا مو صحي مع الحب مع أني متزوجة صار عندي فضور لحتى أعرف ليش مانا صحبة معهم خلونا نكمل بيبقى الحب بعد الزواج؟ لك بحكيها وبكل صراحة قدام الكاميرا الحب مقبرة الزواج إذن رسميا تم تغيير المقولة أو المثل يلي بيقول الزواج مقبرة الحب عند الإخت صار الحب هو مقبرة الزواج تعيشي وتعطي أمثال والله إذن هي مصحة مع الحب لأنه متزوجة إذن الزواج هو السبب خلونا نكمل هالمسلسل المكسيكي بيضلوا الأهل ورا الواحد اللي يطلعوا عن حياته أنه خلص خدوا أنا بعطيكم فوقه بس خدوا بس رايحونا مع أنه هو حدا كتير مني لا 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 أهلوا هنن السبب يا ظالمين يا مفتريين هيك بتزعلوا هالوش الحلو هي كمان عم تطرح عليكم اقتراح عم تقلكم خدوا رجعوا إلى أبنكم يعني اللي هو زوجها خدوا رأو هي بتعطيكم فوقه كمان ولكن هي كمان يعني ما نسيت الجانب الجيد منه قالت أنه هو منيح أكيد هالبنت برجى الجوزاء إلى ساعة عم تحكي عليه سكرتني باللي بضل ساعة منحكي على شخص آخر شي بيقول بس ما بننسى كمان أنه هو حباب وقلبه طيب رجعوني للمقطع صاندي فضول قارب شوان مصير حبي ما فيني يقول لا ولا فيني يقول ايه بعتذر ما فيني يصرح عن هالموضوع يعني أساسا لو أنتوا بيهمكن كتير كنتوا عرفتوا لحالكن لهم معنا توصلنا أنه هي متخانقة مع زوجها بسبب أهله هي لا بتحبه ولا بتكرهه هي بس بتفضحه أنا زوجي بيسافر بالبحر قطان فممكن مسئلتي البعد أو نحنا ما نعايشين مع بعض كل الفترة أو الانترنت تبعيد آخر ما توصلنا له زوجها قطان وهي كمان متضايقة لأنه هو بعيد والانترنت بعيد أنا أبعش دخل الانترنت يعني ألا الله يعين كل شاب يشتغل قطان نطعت رزقتك من بعدها الحكي ما ولا بنتها اللي رح تتزوجك إذن اللي توصلنا له له هلأ هي متضايقة من أهله ومتضايقة أنه هو بعيد والانترنت بعيد يلا نكمل كيلي عن إشيش تأتي لما أنا اشتقت لحالي مؤثر مؤثر جداً أنا كثير تسرت اشتقت لحالي إيه إن شاء الله بترجعي هيك لحالك بخير وبسلامة نكمل أنت صبية حلوة ولا ومناقصك شي بالعكس وأكيد كتير شباب ممكن يتمنوا يكونوا معك ليش أنت موجودة مع شخص مانك مرتاحة معه ما بتعطي لولاء فرصة بحب جديد موجودة مع شخص ماني مرتاحة مبدئياً نفسياً معه لأنه مبدئياً الحب أنا ما فيني إنهي سنين وعشرة أيام ومصاعب وتحديات بكلمة إنه خلص أنا أخد قرار القرار كتير صعب أصيلة، والله أصيلة ما فيها تنهي العشرة، ما فيها تنهي التحديات ولكن بنفس الوقت فيها تطلع وتفضح مشاكلهم قدام الكاميرا أصيلة كتير للأيام وقت الإنسان بيتقدم له كتير إغراءات بالأخص البنت، ومثل ما قلت إذا بنت علي ضو أنا لا أعتبر ما أعتبر إني من الجميلات بس ما أنا من البشعين وقت البنت تكون علي شوية ضو وعين بمجتمع شرقي بحت بيجيها كتير مغريات لو أنا بدي أخون في كتير بواب مفتوحة لي للخيانة بس الخيانة بشعق والله أنا أول مرة بسمع أنه البنت المتزوجة بيجيها كتير مغريات شي مرة يعني سمعتوا أنه بنت متزوجة عم يجيها كتير مغريات المهم هي بنت عليها ضو في كتير بواب نفتحت لها الخيانة ولكن هي ما خاند سكرتها البواب وقفتها وفيه أنا هلأ رح اكتفي لهون من هاي القصة يلي لا أنا ولا أنت ولا أي حدا كان لازم يسمعها قلتوا لي كانوا يقولوا لبيوت أسرار أهلين بيوت وأهلين أسرار أسرار هلأ كبرت وصارت منصة وعن تفضح هالبيوت ما بعرف يا نحنا غلط يا يلي ربونا عليه أهلنا هو غلط يا أما يلي عم نشوفه هو الغلط والشي يلي بيزعج أنه في ناس بتقولك أنه هي متصالحة مع حاله وأنه هي جريئة طيب أنت يلي عم تقول هيك ترضى إختك أو مرتك تتصالح مع حاله بهذه الطريقة؟ أو بتقبلي زوجك يطلع يفضح مشاكلكون قدام الناس؟ إيش روابهم هلأ عملكون يا أكيد لا هاي الأحاديث والمشاكل موجودة وممكن هاي البنت تفشخل لأهله لرفقاته لك حتى ممكن تشاركم بقروب بنات باسم وهمي بس أنه تطلع وتفضح شي بينه وبين زوجه قدام كل خلق الله أنا ما بعرف شو كان موقف زوجه لما شاف هذا الشي ولهون بيكون خلصت جولتي على بعض منصات الفراغ الموجودة بالبلد على أمل وضع قواعد شروط حدود وما تظل هالمسخرة مستمرة وهلأ راح يكون معنا الشاب اللي كان من أسبوله هلأ هو حديث السوشيال ميديا خلونا نتعرف عليه وعلى اسمه مرحبا مرحبا ماذا اسمك؟ اسمي ياسي ياسر راجع أم لا ياسر شو؟ لا ياسي وين ساك أنت حبيبي؟ أنا بفوق بالجبه إلا أنت كل عام تسأل أنت اضحكت وقته على سؤال كهرباء ولأ اضحكت لأنه حدا ضحكك؟ لأسؤال كهرباء طبعا يعني على الكهرباء تقديم؟ أدايا ما تجري عن إكون الكهرباء و أدايا ما تنتقاط مع أحلما أنت ساكن؟ ساعة بعشرة ساعة أم أنت عام تعرق الجميع قد تشتكين من الكهرباء؟ كل العالم تشتكي من كهرباء ما في كهرباء ما في كهرباء لأنه شو عمرك انت؟ أنا عمره 13 وشو بتشتغيل؟ بشتغيل بالعطورات، بمحل عطورات كل يوم تشتغيل بالمحل؟ لك صيف وشته؟ كم ساعة؟ من الساعة 10 صباح للتساعة بالله طب هلا انت ياسر إذا وزارة الكهرباء عم تسمعك شو بتقلله؟ طب أنا بس جيبوا لنا الكهرباء ما بنا أكتر من هيك يعني اليوم ضمن فقرة اختلاف سمحول يكون معي بالستيديو قامة من قامات الإعلام في سوريا سمحول يرحب بالدكتور أحمد شعراوي دكتوري أعطيك العافية أهلا وسهلا فيك زي مساء الخير لك ولكل المشاهدين أنا سعيد بوجودي معكم اليوم وسعيد بهذا الاستضافة شكرا لكم نحنا سعيدين أكتر دكتور أولا اليوم كيف إذا بنسأل كلية الإعلام اليوم كيفها؟ كيف وضع الإعلام بالبلد؟ كيف وضع الكلية؟ نحنا ككلية إعلام انشئنا من 2010 عن أربعة أقسام في الكلية طبعا هذا الكلام معروف للقاصي والداني بشكل عام نحنا نقوم بتكوين الفكر الإعلامي لدى الطلاب إعدادهم بشكل ليكون منتج محتوى منتج مضمون صانع محتوى في وسائل الإعلام فهذه هي مهمتنا الأساسية طبعا صناعة المحتوى هي الأساس أنك تعمل الفكر وتعمل العقل وتعمل الثقافة وتعمل الوعي على مدى أربع سنوات وتمكنه من مهارات إنتاج المضمون أو إنتاج المحتوى ما بتصنع مصور، ما بتصنع مخرج، ما بتصنع بريزنتر أو مقدم لأنه كل واحد من هذول له تأهيله الفني الخاص خاص فيه حتى المذيع أو المذيعة فله تأهيل خاص وخاص جدا ويحتاج إلى ساعات كتير تحت الهوى وساعات تدريب ومهارات خاصة جدا يعني البعض بيعتقد أنه أنت مجرد ما توفر عندك كاميرا وإضاءة وستوديو أن هذا هو العمل بالإعلام لا ليس هذا هو العمل بالإعلام العمل بالإعلام هو إنتاج المحتوى وصناعة المحتوى وأن تكون صاحب قلم وأن تكون صاحب فكر هذا هو الإعلام أما القضايا الفنية الأخرى فلها أكاديميات خاصة ولها الجوانب المهنية الخاصة نعم دكتور اليوم كتير عم نشوف حالات ممكن يكونوا ناس بالوسط الإعلام إن كانوا مقدمي خيانا ناخد مثال ولكن هنا مو دارسين إعلام أنت ما هاي الفكرة دكتور؟ طبعا طبعا توم هوبكنز كان أحد قادة توجه التدريب الإعلامي بالعالم أو صناعة الإعلاميين بالعالم فكان يقول إنه إحنا ممكن نجيب أي خريج وبدنا مثلا برنامج طبي فمنجيب طبيب ومنعلمه سنتين إعلام بعد تخرجه من كل يطب بدنا نحكي شي عن القانون فمنجيب محامي ومنعلمه سنتين إعلام بعد تخرجه من كلية الحقوق يعني بهالإطار نحنا بكون التوجه وأنا صاحب توجه وصاحب فكر نحنا ما متخبر إصباطنا لذلك أنت لازم تكون صاحب فكر وصاحب رسالة ليس كل خريجي الإعلام يصلحون العمل بالإعلام حقيقة ويقال إنه 5% إذا بيكونوا إعلامين فبيكون جيد جدا كون ممتاز الوضع رائعين جدا ورائعين جدا إن شان ما نفخص طلاب نحاقهم اللي أنا بحبهم كتير وبتعامل معهم بمعاملة كتير أخوية وكتير بمحبة عالية لأنه صناعة الإعلام ليست بالأمر السهل أمر صعب وصعب جدا ونحن نشغل على الجانب النفسي أكتر أحيانا من الجانب العلمي إنك تعمل نفسية إعلامي شخص واثق بنفسه قادر على أنه يتمكن قادر على مواجهة ضغوطات العمل حضرتك أستاذ زينب تحرف عمل بالإعلام فيه ضغوطات وفيه صعوبات البعض بيتقد أنه صرت موذية هيك بسهولة بس أنا وقفت وراء الكاميرا وصرت موذية أبدا فيه 3000 ساعة تحت الهواء وفيه شغل وفيه عمل وفيه كذا وفيه تحضير وفيه إعداد حتى نعمل قمة جبل هالجليد هاي فبيكون فيه كتير شغل قبل هيك فنحن نكون فخورين كتير بطلابنا فيه مجموعة طلاب كتير كويسين وكتير عندهم إمكانيات هائلة بس أحيانا بيجينا حدا ما بيكون نخريج إعلام وأنا ما بخجل أحكي بهذه الفكرة لأنه نحن الإعلام مثل ما قلت لك أصحاب رسالة فما عندنا تابهات مغلقة بالعكس يقدم القضايا السهلة بيكون ما نخريج إعلام وبيبدع بالعمل الإعلام وهذا بيصير بالعالم كله مش في منطقتنا أو بسوريا مثلا أكيد فبيكون بتلاقيه مبدع بتلاقيه عنده إمكانيات هائلة عنده قدرات ممتازة جدا يعني أحد الأشخاص اللي محبه كان دكتور بالفيزيون وكان بريزنتر رائع ومقدم جيد جدا ويقدم برامج كانت تشغل الرأي العام ما تماخص هذا الموضوع بإنه يكون دكتور محمد عبد الحميد وكان فيه قناة سماء كان يقام بقناة سماء أكيد وتحية للدكتور محمد أكيد دكتور أحمد كنا أنت عهلك من شويك أنت عم تحكي عن صناعة المحتوى الموضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم هو ما يقال أنهم منصات على السوشيل ميديا عم نشوف أشكال غريبة عم نشوف يمين ويسار عم نشوف فيديوهات يعني آباء عم تخشل أنه تشوفها فما بالك أطفال شريك دكتور أنت بهذا الشيء اللي يصير اليوم على السوشيل ميديا حقيقة موضوع إنترنت إذا ما نحكي عنها كشب كيه فهي لا يمكن ضبطها بالمطلق يعني أنك تضبطها أو تحاول أنك توضعها ضوابط فهذا شيء يعني ليس شبه مستحيل مستحيل تماماً يعني مثل الهوى اليوم إنترنت وجودها بكل مكان أنا بفضل أنه دائماً نتجه على الطرف الآخر اللي هو المتصفح أو المستخدم وكنت دائماً للطلاب أو بأي مكان بروح فيه أو أي محاضرات أو بلتقي الشباب في القامش للتقينا الشباب كان في الكنيسة السريانية من فترة 3 أو 4 سنوات وعملت محاضرة سميتها الإنترنت بين الإيجابيات والسلبيات فبدأت المحاضرة بصراحة إشكالية علمية مهمة قالت أنه أكبر نعمة أنعم الله علينا بها هي إنترنت اليوم ما فينا نعيش بين الإنترنت أنا بالنسبة لي ينقطع الهوى ولا ينقطع الإنترنت هاي أكبر نعمة وقلت بالمقابل أنه أكبر مصيبة بتلانا الله بها هي الإنترنت كمان هي الإنترنت بآثارة ضارة والضارة جداً التي تصل إلى حد أحياناً عم يشوف ألعاب الأطفال إذا شافوا عم ينتحروا مثل الاحوت الأزرق أو مريم أو حضرتك آري عن هذه الأمور فقل لي دائماً كيف تستخدم أقول لك من أنت لذلك نحن لازم نكون ريهاننا دائماً على المستخدم ريهاننا على اللي عم يستخدم الإنترنت لأنه أنا ما فيني أضبط الشبكة لا 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 يستطيع أحد بالعالم أن يضبط هذه الشبكة يستخدمها الكل أبداً واليوم 65% من سكان الكرة الأرضية يستخدمون الإنترنت 5 مليار فاصلة 8 يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مية بالمية وهذه أحصائياتي أنا من ثلاثة أو أربعة شهور بجوز تعرف كل دقيقة هناك كبير لعدد أكيد أكيد في عالم الإنترنت في عالم كبير وكبير جداً فصعب أنه نضبطه ليس صعب مستحيل مستحيل لأنه إحنا دكتور دائماً نقرأ على السوشيل مية تعليقات الناس بتطالب أنه طيب ليش وزارة الإعلام ما بتحط لهم حد ما بتحط قوانين ما تحط أطر هن يلتزموا فيها فاتم نفهم أنه هذا شي مستحيل أبداً هو يعني نحنا بنحترم وزارة الإعلام بالتأكيد ودورها وأهميتها بس لا يستطيع أحد في العالم أنه يضبط المحتوى بالإنترنت لا يستطيع حتى هذه المواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن شركات وهي شركات خاصة مثل شركة فيسبوك اللي هي ميتاليوم اللي بتملك إنستجرام وبتملك واتساب مثل إيلون ماسك اللي بيملك تويتر فهي شركات خاصة بالنهاية بتحجبك أو بتحجب مضمونك أو بتحجب صفحتك لما أنت بتخالف شروطها وليس تخالف مثلاً شو اللي تربيت عليه مثلاً أو طبيعة المجتمعات يعني شيء المتاح في خارج سوريا لا ينطبق عليه الأخلاقيات أو طبيعة المجتمع داخل سوريا فهنا بيحضروك إذا ذكرت كلمة مثلاً مقاومة أو ذكر بيحضروك سياسياً أما النواحي الأخرى لا 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 مفتوحة ومتاحة بالعكس أنا أعتقد أحياناً أن هذه الشركات إلى أهداف طبعاً هي تقدم خدمة تقريباً مجانية حضرتك ستاز بتقدر تعمل عشر صفحات في سبوك وعشرين صفحة ومتين صفحة وثلاثة ألاف صفحة بتقدر تعمل مئة قناة على اليوتيوب ليش مفتوحة بشكل مجاني بهذا الشكل إذا سألنا أنفسنا فمنعرف أنه لا يوصلوا لأدمغتنا هذا الهدف البعيد أنه اليوم العالم كله under control تحت السيطرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبديت إنترنت بديت صحافة صحافة الكترونية صحافة الكترونية كنا نشوف الصحف المطبوعة عم تعمل إلى مواقع على الإنترنت وتقدم النسخة الورقية بعد ذلك أصبحنا نرى المواقع الإلكترونية التي ليس لها نسخة ورقية وليست إذاعة ولا تلفزيون ولا وكالة أنباء الآن أنا رأيي شخصي ومن خلال يعني نحن بالبحث العلمي في شيء اسمه الملاحظة بالمشاركة فأنا من خلال ملاحظاتي وحتى من خلال الأبحاث اللي عم شوفها اليوم مواقع التواصل الاجتماعي أليل كتير اليوم اللي عم يدخل على مواقع الإلكترونية لا كله صرنا تقريبا 90% على التواصل الاجتماعي يعني أنا اللي أحتاج إلى أحصائية لأكون دقيق نحن بالعلم بدنا يكون عندنا أحصائيات فأنا ما عندي أحصائية فأنا ملاحظ أنه حتى دخولنا اليوم وحتى لما بسأل الطلاب أنتوا إيمت آخر مرة طلاب إعلام ومهتمين ومتابعين ما بنقول أنه ما نمتابعين لأ متابعين إيمت آخر مرة دخلت فيها على موقع إلكتروني بيقول له دكتور رولانسيت فهذا دليل أنه من زمان من زمان اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تتسيد الساحة العالمية بإمتياز المشكلة الأساسية زين أنه مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسائل الإعلام حتى الآن اتحاد العالمي للصحافة لم يصنفها كوسائل الإعلام ولكن هون بالبلد دكتور نحن تقريبا سنعتمدها كوسائل الإعلامية حتى نجيب الخبر والمعلومة بسرعة تصور يعني اليوم المواقع التواصل الاجتماعي بنحكي بالعالم سوشال ميديا عالميا تسيطر على وقت الجمهور وليست هي لا تعتبر وسائل الإعلام يعني على فيسبوك هي صفحة الشخصية على تويتر هو حسابك على يوتيوب هي قناتك ولا تعتبر وسائل الإعلامية نعم دكتور لما تكون أنت متقلب على صفحتك الشخصية أكيد بيطلع لك بعض الفيديوهات للمنصات السورية لما أنت بتشوفهم شو بيكون رأيك شو بتقولك بينك وبين حالك شو بتعطيهم نحن لسه ما زلنا نحتاج إلى الكثير يعني اليوم في محاولات حلوة وجميلة على من شبابنا اللي بنحبه كتير وبحبه أنا وبحترمه بنشجعه أكيد لكن نحن نحتاج إلى تقنية أكثر نحتاج إلى أنه نعالج موضوعات أكثر أهمية ما ننساق ورا موجة الترندات يعني اللي عم تتخذ أحياناً عم استخدم أساليب غرائزية أحياناً نحن ما عم نحكي عنه اللي عم يصير داخل سوريا أحياناً عم نشوف اللي عم يصير خارج سوريا إنه عم يستخدموا الغرائز للجذب اللي بتعرف بده مشاهدات بده لايكات اللي عم يصير خارج سوريا أكتر لا إحنا ما زلنا أكثر ندباطاً لكن نحتاج إلى أنه نطور من أدواتنا أكتر نمتلك أدواتنا أكتر عنا شباب كتير حلو أنا بدرب كتير شباب بصراحة عندهم كتير إمكانيات بس إمكانيات عقلية طبعاً لكن نحتاج إلى مثلاً تكنولوجيا اليوم صعب تلاقي حدا عنده وفيرتشول استوديو مثلاً أنا يشتغل لحاله صعب برها بتلاقي كاميراتنا إضاءتنا في البعض دكتور عم يكون محتوى جيد ولكن البعض الآخر عم يلجأ لأنه يعمل مقالب عم يلجأ لأنه مثلاً تكون المحتوى زائد 12 إذا فينا نقول هدول ما لهم ضوابط ما فينا نسيطر عليهم لا لا ما فينا لأنه الشركة هي بتسيطر عليهم مثلاً يوتيوب هي اللي بتقيم نحنا يعني اليوم أي حدا إلا الجريم الإلكتروني هدا موضوع تاني تاني آخر لما يشوف حدا عم يمس بقسب أو قذف أو شتم أو عم يمس جهة معينة أو كذا هم فيه صار جريم إلكتروني وصار فيه مدعي شخصي دخلنا بالقانون أما اليوم أي حدا بيقدر يصور أي فيديو يحمله على يوتيوب وإذا الشركة ما عنده مشكلة وما بيمس جريم إلكتروني للأسف للأسف فما زلت عند رأيي أنا إنه عم شوف كتير أنا بتابع كتير إذا كنا إعلاميين حقيقيين فلازم نتابع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كل شيء وأنا أقول للطلاب وأقول للجميع لو أنا بتابع كل شيء كل شيء الجيد وغير الجيد حتى يكون عندك إلمام بكل شيء الباري لأنه أنت باحث إعلامي فبدأك كون أنت مواكب إذا ما كنت مواكب تصير خارج الزمن فأنا ما بدأت تصير خارج الزمن في كتير إيجابيات في كتير أمور حلوة في كتير معلومات في كتير ثقافة واليوم ما هو واقع التواصل الإجتماعي بتتبع شيء اسمه الخوارزميات صح ما تهتم به فبيعملوا لك جذب لأله بتجذبه فأنت بتهتم بالعلم تهتم بالكذا فبتلاقي إنه فعلا ضمن التفضيلات صح بس أنا بحط لايكات لصفحات تعليم الإنجليش عم بيطلع لي ورابه على صح جذب فأنا الشخص ممكن أعرف تفكيره أو كذا من خلال صفحته بدي أتشكرك دكتور لوجودك ما أنا اليوم ما بدأت نحن تسرينا فيك وبحديثك ومعلوماتي اللي قدمت لنا ياهو أنا كتير سعيد معكم إن شاء الله دائما من نجاح لنجاح ومن تطور لتطور وقناة سمع دائما إن شاء الله تكون يعني مستمرة في التطور شكرا يا دكتور شرفتنا وهيك أنا أكون بأخباري وفقراتي وضيوفي المميزين أخلص حلقتها اليوم شوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة الأسبوع القادم من كل مكان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة